كما كان متوقعاً، ها هي التظاهرات تعود إلى البصرة من جديد وسط تعهدات من المتظاهرين أنها لن تتوقف هذه المرة وستشمل عموم المحافظة بسبب حالة من الغليان الشعبي المتصاعد من الفشل الحكومي وعدم تنفيذ التعهدات التي قطعت بعد موجة التظاهرات السابقة التظاهرات التي شملت مناطق عديدة في المحافظة طلقت وسط إجراءات أمنية مشددة وتطويق للمتظاهرين فيما يقول ناشطون أن التظاهرات سلمية وتطالب بالحقوق المشروعة لأهل المحافظة كالتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل لكن الجديد فيها هو المطالب بإقالة محافظة البصرة أسعد العيداني ومجلس المحافظة محذرين من أن محاولة إلصاق التهم بالمتظاهرين أو التعامل العنيف مع التظاهرات لن يثنيهم عن موقفهم أصداء تظاهرات البصرة الغاضبة أخذت بالاتساع إلى خارج المحافظة حيث بدأ ناشطون المحافظات الأخرى بالتحرك لدعم البصرة والخروج بتظاهرات تأيدا لها فقد شهدت بغداد والنجف والمثنى تظاهرات مؤيدة للبصرة فيما أكد نشطاء أن التظاهرات القادمة ستزلزل عروش الفساد في البلاد وأحزاب السلطة في ذات الوقت بدأت التظاهرات الجديدة تدق أجرس الخطر داخل حصون المنطقة الخضراء إذ حذر سياسيون من خطورة غضب الشارع وعدم القدرة على احتوائه وفي هذا الصدد أكد عضو تحالف الإصلاح جابر العوادي أن إجراءات الحكومة حتى الآن ليست بالمستوى المطلوب لامتصاص غضب الشارع داعيا إلى اتخاذ حراك سياسي لاحتواء المتظاهرين الوعود التي قدمتها الحكومة في بغداد للتعامل مع مطالب المتظاهرين البسيطة والتي لا تحتاج إلى إجراءات إدارية معقدة ما زال الطي التجاهل وهذا ما جعل المتظاهرين يعيدون الكرة مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم هذه المرة دون تنفيذ مطالبهم كاملة ترجمة نانسي قنقر